ألقت كورونا بأثقالها على التجارة العالمية حيث رأى العالم تفكك العالمة التي بنيت في عقود خلال أشهر معدودة ولا تبدو المهمة يسيرة لإعادة الثقة بين دول العالم فلم تنجح منظمة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية من إحراز أي تقدم إلى إعادة الثقة والمصداقية بين الدول الأعضاء وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مفدود وتطوير نظام تسوية المنازعات الأمر الذي أدى بتقديم رئيسها الحالي للاستقالة وترك منصبه قبل نهاية فترة رئاسته بعام وتتجه الأنظار منذ الأربعاء الماضي إلى عملية اختيار المدير العام الجديد للمنظمة من بين ثمانية مرشحين تقدموا لشغل المنصب وتبدو حضوض مرشح المملكة معالي المستشار محمد التوجري في رئاسة المنظمة عالية نظراً لما يتمتع به من سجل حافل بالخبرات في المجال الاقتصادي والتجاري وسيعرض التوجري رؤيته وبرنامجه للمنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء والإجابة على تساؤلاتهم يوم الجمعة ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمدة والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظمها المنظمة ترجمة نانسي قنقر